ترجمة نانسي قنقر وقصص نجاح باهرة تحققها مملكة البحرين وخصوصا بمجال الدعم العملي بهدف تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويأتي احتفال الاتحاد الحر لنقبة العمال بعامه الثاني عشر دليلا واضحا على ذلك هذه النجاحات المتتالية تأتي كثمرة من ثمرات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذه المسيرة الرائدة التي تعمل على نهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ما اسهم في تحقيق المزيد من التنمية والازدهار الاقتصادي للبلاد دعم العمال في مملكة البحرين بدأ منذ وقت طويل حيث تعتبر المملكة سباقة في اطلاق قانون ونظام التأمين ضد التعطل اضافة الى العديد من المبادرات لتعزيز توظيف المهارات الوطنية من ضمنها ما نصة مهارات التوظيف والبوابة الالكترونية للبرنامج الوطني للتوظيف والمنصة الوطنية لخبراء البحرين التي تقوم عليها عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الاهلية بدءا بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وانتهاءا بالعديد من اللجان والهيئات الاهلية المختصة في الشأن العملي هذا التعامل المتناغم كان سببا في جعل المملكة انموذجا يحتذى به محليا واربيا ودوليا العنصر البشري في مملكة البحرين يعتبر احد اهم عناصر التنوية الاقتصادية حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا في الاستثمار به من خلال تزويد العمال بالمهارات الاساسية والمعرفة والتدريب اللازم لتلبية متطلبات سوق العمل تماشيا مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية امانا منها بقدرات العمال الوطنيين على احداث نقلات نوعية في شتى القطاعات